احنا شرحنا الفيديو الماضي وشرحنا كل تفاصيل الشاشة الآن احنا علينا مهمة مختلفة بدنا نشرح نفس المنطقة الداخلية هاي المنطقة اسمها بدنا نشرح نشرح كيف نتحرك داخل المجسمات بس قبل ما نتحكم بالمجسمات لازم نعرف كيف نتحرك داخل الشاشة ايش نكبس كيف نلف الشاشة من الشمال كيف نتحرك كيف نقدم قدام نجرة وراء هذا مهم الموضوع الآن عشان نتحرك انت ممكن تستخدم تقلص بين الكيبورد والماوس يعني اذا انا بكبس بس الكبس اليمين في الماوس نحن التحرك يمين . ويصار كبيل كيف ادي كي ك贤اكير للطواب كيف نقوم بільки انا كانت لقيد تعال وراء الى ماوس يرث يتظهر ترفع الكابوتين على جميع الكابوتين كانت ترفض ال Crossing بر symmetry صغيرا رناح كطورة انظر بر انظر الان انظر الوضوع ارسمه ذكرة و يحدث ثانية يجب انظرم ضد إذا 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 حرق الGeF48Wح �issant إذا نفعل ال unseremilosak لا لان تحرك بالعجلة تحجم العالم تبعك بتصير الحركة ممكن ان تبطل التحرك عند الكاميرا فا ايش بتنسي الافترض تعمل تكبس رايتكليك ووو عشان تقرب وتشوف الفراغ اللي احنا عملنا هون بتقدر تشوف انت الفراغ بتصير تنزل وتطلع حتى تشوف الفراغ فا بتكبس ايش رايتكليك اي دابليو اس دي بتتحرك فهاي اسهل طريقة للموضوع الآن تقدر تطلع لفوق وترجع وتبعد لبرة تسوي scroll بسيري زغر العالم تسوي scale الآن نحن نفرج على العالم كامل نحن برة هذا العالم الذي بنينا الآن نحن نفرج على السم فوق والأرض تحت أو الفراغ تحت والسم فوق والشمس الإنارة جاء من الشمة فنتفرج على العالم كامل فنحن من المهم جدا نعرف كيف نتفرج على العالم قبل ما نبدأ نعدل عليه فنحن نشرحنا الآن كيف نتحكم في الماوس والكيبورد ما بعض ياك ماوس لحال ياك ماوس وكيبورد الكيبورد لحاله ما فيه حركة محتاج للماوس معه الآن احنا تعلمنا كيف نتحرك في العالم أنا بدي منك طبعا كمان شوي حتتحرك الأشياء هاي أو حتتحرك عفهم في العالم بعدا حتتحرك المجسمات قبل ما ندخل الآن بدي أشرح كمان موضوع أثناء ما انت بتلعب الآن انت درديت اللعب جو اللعبة في مجسم بدنا نلعب في مجسم أنا بدي جو العالم أشيكو واللعبة الشغالة ايش بكبس بكبس شفت افوان شويفين الماوس اتحرر ولس الكرة قاعدة تتحرك بفوت انا مثلا على الوورد آتلاينر باختار الاشي اللي بدي أحغيره مكانه أو تحكم فيه أو أشوفه أو أخذ تفاصيله العالم شغال اذا بدي أرجع مرة تانية أكمل لاب بكبس تلفت كليك جو الفيو بورد بكبس على الكرة مثلا أو أي مكان بكبس برجعت أخدت السيطرة على الكرة وطبعا عشان أترك نهائيا اللعبة أطفيها بكبس اسكيب كبسة الخروج اللي في الزاوية في الكيبورد فوق في اليسار بكبسها بطفي اللعبة ورجع كل شي مكانه زي ما أسسنا قبل ما نبدأ تشغيل اللعبة لأن أنا شو بدي منك بدي منك أنك تحاول تتحكم في المشهد تطلع لفوق تنزل لتاحت بدون ما تستخدم حاول تبدأ عن السكرول لازم تنتبه من السكرول العجلة اللي في موجود في الموز حاول تنتبه منها حاول تفرج يمين تفرج على العالم حاول تتنقل هذا مهم جدا أنك عشان تبدأ تتغير في عالمك هسا أنت تدريب اللي عليك بكل بساطة أنك إيش تحرك في العالم وتشغل لابه تكبس shift F1 طبعا بعد ما تحرك الكرة مثلا تكبس shift F1 تأخذ الماوس وتشوف الأشياء اللي بدك إياها وترجع مرتين تفزي الشاشة وتمسك السيطرة على الكرة فهذا هو الفيديو تبعنا تعلمنا بهذا الفيديو كيف نتحكم بالشاشة كيف نتحكم في المشهد ونتركه ونرجع نسيطر عليه مرتين فأنا مهم جدا عندي أنك أنت تتحكم في هذا المشهد علشان يكون الموضوع عندك بسيط ونشتغل في الحلقات في الفيديوهات القادمة إن شاء الله يعطيك العافية بشرك في الفيديو اللي بعده